خلاف مع الاتحاد المغربي فوزي لاججع يسيطر على الاتحاد المغربي أين هانا بوليدة؟ هانا بوليدة بيعمل إيه؟ قاعد نايم في البيت فين هانا بوليدة في المونكف ده؟ لقاء مع راجل بيحب مصر جداً تمتع بعلاقات قوية ما قالش جملة جملة فيها مشكلة الأهلي هو الأفضل في أفريقيا هل يعني لقوا كل الاحترام مننا وراجل الحقيقة بكن له كل الاحترام ولكن الراجل ما قالش غير الحقيقة الأهلي مدير فني في أفريقيا أكيد أكيد منتخب المغربي؟ أفضل منتخب في أفريقيا منتخب أخذ ثلاث عالم ماذا القصة؟ فين الموضوع؟ رابع عالم فين الموضوع؟ يعني ماذا القصة؟ تعالوا بقى للخناء اللي عيشنا عليها والمؤمرة الكونية القصة اللي عيشنا عليها 35 سنة لماذا الماتش تلعب في المغرب والموضوع اللي عيشنا عليه كثير؟ وقعتنا ناخد حد يرد علينا حد يطلع من التحاد الكورية يرد علينا الرجل قال لك التحاد الأفريقي وبعت لنا وبعت تحاد المصري إحنا عندنا فريق بيشارك فبعتنا قلنا أه التحاد المصري قال مش عايز خلاص بس كده؟ هو ده؟ يعني محمد ليس يسأل السؤال واذا هي الإجابة؟ اللي عيشنا عليها شهور وشهور وشهور وخلافاته أيوة خلاص التدريب بعد موقعه وجاب الاستقالة تاعه مكتوبة إذن كان نفكر فيها وجابها مكتوبة من البيت تاعه واتخل المكتب بتاعي السلام عليكم قبل ما نمشي نشوفه رضو الأفعال للأشقاء العرب والجزائريين على اللقاء الصحفي ديال فوزي القجاع مع قناة مصرية غالي نعطيكم هذا الخبر عد رجعو له الكاف تعين طاقم تحكيم كيني لمقابلة نهضات بركان أمام الزمالي المقابلة الناس اللي بقى كانت تنى الحكم ديال طاز وكيني بقى كانت تنى الحكم على مقابلة الكاميرون والجزائر الناس اللي كي يعجبهم الأوهام يبردوا عليهم يكتبوا عليهم المهم راه تم تعيين هذا الحكم ونهضات بركان سيلعب بقميسه بخريطة المملكة المغليلية والزمالك لا تترى مشكلة وكانت من ردوا رضوذر الأفعال الآن سنتقوم بتجتريكم تصديدا التفاصيل الكاملة في لديك بلاك إلشافنا دائما بعت Across Family مع الأهل والأحباب والأصدقاء شو التفاصل اسمع ومعجبكش نفجع أنا بنا باللعبة لك والخطة لك أنت حاب تدير لنا حرب إعلامية وحاب تبين للناس وللعالم على أن الجزائريين حاب تقول بلي الجزائريين صعب ما يستقبلوش وميتعاملوا بخوشونا معاكم ومبلي حاجرينكم وهذه سياسة لهم لكم تعرفوها مليح مليح وتعرفو أخر منا والخطة أحمر إن شاء الله ما زيدت لعب داع البارون لعبوا غير بيناتنا ما نلعبوش غير في الأوروبة ولا في الأفريقيا ولا في أي بلد كان يخلص يوسف ليس من أصل المسلم هذا أنا أشوفه زمن الرداءة يوسف زمن الرداءة لما تشوف يعني واحد يتحكم في شعب كما هذا شعب شقيق كما المغرب يتحكم فيه يهودي أنا أكيد ما نقول مهلوس يعني وزدينا لكجا وزدينا بموتسيبي آه يا نيسون من دينا آه والله يا زمن يعني باش نقول لك آه تعدى حدوده وما يقدرش يتكلم لأن عليه أشياء مخفية في المغرب أو خايف مشيها الاستقالة تاعو مكتوبة إذن كان نفكر فيها وجبها مكتوبة من البيت تاعو أدخل المكتب بتاعي وقدم لي الاستقالة غدا في الصباح ترقلت أنا وسيد صفر إلى البيت تاعو لمدة حوالي 20 دقيقة وحن البيت ولكن لا أحد يرد علينا أمام البيت تاعو حتى في الهاتف ما كانش يرد ترقلنا إلى المكتب عند رئيس مجلس الإدارة ودرنا أن نكومينيكي باللي الفريق يرفض الاستقالة السليل تاك كاريتا تقالى رسبونسابيليتي تقالى رفيا على بيسون لديسيدا ما نشعبش كون هاد مسؤول هادايا لديسيدا تقعد هكده تصريح حصري لقناة ميدي انتفي أعلن أخوان كارلوس جاريدو عن استقالته من تدريب اتحاد العاصمة الجزائرية كما سمعتو وباقي ما سمعتو وهذه فقط المقدمة هذي نسمعو يعني الرد ديال الإعلام المصري وغذي نعملوا ما بين نعملوا المقارنة ما بين الإعلام الرسمي والجزائري غذي نشوفوا باللمان يعني كيفاش كتجاوب على القجاع الإعلام الجزائري الذي يتهم أو إدارة فريق اتحاد العاصمة تتهم المغرب يعني كتقول اللي هو طرف سقالة غاريدو المدرب الإسباني الذي كان يدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائري ولكن قبل ما نشوفوا هذي هذا كامل غذي نعرفوا بعد الجزائرين علاش كيكرهو واحد الكره شديد للسيد فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعني من بعد الحوار لدار ما بين فوزي القجاع وقناة مصرية ولكن قبل هذي هذا كله الناس اللي عزيز عليها تسياق الأوهام عندي لكم واحد الخبر الخبر وهو أن الكاف اتحاد إفريقي لكرة القدم عين حكما للمقابلة النهائية الناس اللي كعجبت تسمع على أنه كين أمل وأن اتحاد العاصمة هو اللي غادي يفوز وراه نصبوا الحكم تم تنصيب هذا الحكم للنهائي ديالكم في ديران إفريقية طاقم تحكين كيني لإدارة مقابلة نهضة بركان وضيفه الزمالك المصري وغادي يلعب فريق نهضة بركان بالقاميص دياله المعتمد ميناء الكاف بخريطة المملكة المغربية كاملة مكمولة وفريق الزمالك المصري ما غادي يكون عنده لا اعتراض لا مشكل ولا شيء من هذا القبيل المشكل فيكم من تومة العيب فيكم من تومة يعني تتدخلون في الوحدة الترابية المغربية وبالشؤون الداخلية المملكة المغربية وكاتبشي وتقولوا باللي انتم مظلومين يعني كاتضربوا وكاتمشي وتبكيوا كاتقولوا المساس بالسيادة الوطنية ونحن نتكلم على أراضي مغربية كاتقولوا انتم باللي انتم طرف محايد وانتم هما يعني الطرف الرئيسي في هذا يعني الصراع يعني المفتعل منكم انتم ولكن تقترف بالأراضي مغربية وتحت السيادة المغربية ديما غادي نبقى نعودها لك ونقولها لك ونعودها لك ديما وهنا باش نقول لكم علاش كيكرهو فوزي القجع واخرنكم من بعد يعني مع جميع الفيديوهات سواء مصريين إخوان مصريين أشقاء يعني غلطوا فوزي القجع ولكن من بعد هذا الحوار عطارفوا بالكفاءة ديالهات السيادة قالوا يقولون الصبو يكونوا عنا يعني ناس في مناصب بحال هدي ويتمنون أن يكون هو رئيس الكاف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كيقولوا بلي أحسن يعني رئيس الجامعة بلي عربية في كرة القدم كيقولوا فوزي القجع يعني هو أحسن شخص يعني على لئاسة هذه الجامعات العربية والإفريقية أحسن يعني الرجل المناسي في المكان المناسي والبارح فيما يتعلق بالتحكيم والكولا صار هجيوبهم يعني قصفهم رأي إذا كنت أنا أتكورها أول حاجة المنتخب المغربي يفوز بقأس أمم إفريقية اللي مفاش بها منذ سنة آلف وتسعمائة والسيس وستعين يعني منذ أن كان عند السيد فوزي القجع ست سنوات فقط واش فهمنا يعني الأمور واضح وضع الشمس ولكنه مخرج كيلو ده ده باقي يقولوا باللي باللي عود المغرب السبب السيقالة ديال قار ريدون اللي سبق له أن درب فارق الرجاء والوداد ضلي ومدربي يعني حال هذا كيمشي كيدرب على الألقاب لأن الألقاب يعني كانت تبقى مسجلاء يعني في المسيرة دياله ولكن السيد السقل لأن شافكم تمراه ماشي نورمال يعني السيد كان مربما لأن فارق اتحاد العاصمة قلوا هنيش احنا ما عندناش مشكل فارق قوي تفوز مربما يعني ولكن المرشح للفوز كان فارق اتحاد العاصمة يعني السيد كيشوف رأسه جابش يفوز باللقاب قريب من اللقاب يعني كيشوف المسيرين ديال النادي وكاد دخل يعني حتى الدولة يعني في النادي وحرمهم من هذا اللقاب إذن شغال يبقى يعمل مادم اللقاب هو اللي بقي لكي يلعب عليه ويحافظ فهمنا المهمة الخطوة تتم الفيديوهات سمع معايا بزيان ولكن اللايكات ديالكم دائما وأبدا وما تنسوش ولكن قبل ما نخليكم مع هاد الفيديوهات اللي غا بيتشوفوا البوكاء ديال الجزائريين على رأسهم الإعلام الإعلام هو اللي يعلم يعني شفتنا يعني حوار في الشارع مع الناس الناس يقول المساس شمن شمن وطانية وشمن المغربية والمتلول اللي كيبيع لكم لها محتى هوا �라 سير المتلول كتقول الصحراء هاجي نقول لكم الصحراء ماشي مغربية وماشي مغربية صير أنت محرب دخول المغرب وصير دخول بعدằng غير الصحراء شوفوا اسقدر دخول الصحراء لانت ولا غيرك ودا الساعة نقول لكم يا عندكم الحق صحراء ماشيраж مغربية في حالة إذا مشيت وهو هواد. آه سير المدلول. كتقول الصحراء. آه آه. هاجي نقول لكم. السحراء مشي مغربية. ومشي مغربية صير. سير. فيك انت محروب دخول المغرب. إذن أصير دخول بعد ذا. غير الصحراء. شوف واس قدر دخل الصحراء. لنت ولا غيرك. ودك الساعة نقول لكم يا عندكم الحق الصحراء مشي مغربية. حالة إذا مشيت يصير العيون ولا مشي للدخلة ولا القويرة ولا شي صورة ولا شي فيديو مثل. إذن تراجل. الساعات نقول لك برا بو عندك الحق. لانت ولا اي واحد اي واحد كما بغي يكون يصير يدخل داك الصحراء راه جربوشي مرات وبقوا غير الصنادل دياله ومتمة واي واحد كما بغي يكون يقرب انتمة يوري واه الصحراء واش مغربية ولا ماشي مغربية واش تفهمنا معاك الكلم المدلول سير قرب ها وز داك الحجرة وصير تما قرب يا الخانز يا المطوط يقول لك الصحراء ماشي مغربية واي حاجة تفهمنا وصير قرب لها عرفك راجل سير قرب لها وسعى نأيدكم بقى نعطيك السلام ونحترمك المهم شوفوا هنا المشكل على ان او السبب باش الجزائريين كيكره هاد الكوره الشديد الفوزي لقجع هنا اه تم عارفين نظام الجزائري يعني مدخل هو هو اللي مفتعل هاد النزاع هو اللي مول هاد البوليزاريو مغلسهم في ارضه للتوضيح فرا جزائريين كيس حبلهم بالليتين دوف هي الصحراء الغربية لا را ماشي هكك را را خصكم تعرفوا مزيان بعد فيه جزء الصحراء الغربية المهم فوزي القجع يعني هادي شحال يعني ساق الخبار باللي نظام الجزائري يعني انا باش من يعني اسس منتخب صحراوي وبغي يدخلو في الكاف يعني كمنتخب واندية كذلك الاندية وناد وقام بتشريع يعني قانون في الكاف كي منع عن دمام اي دولة غير عود في الامة المتحدة للكاف وصوتوا عليه غالبية اعضاء الكاف بالي احنا شنو غادي عملو قلك من بعد ما تبخر هاد الحلم ديال النظام فالبوليزاريو يعني بنضمام ديال المخطط ديال النظام الجزائري يضمو يعني البوليزاريو الفيفا او الكاف فمن بعد ما فيشلو في هاد المخطط يعني بفوزي القجاع يعني اللي خلى الاعضاء على انهم يصوتوا شو هادا شنو نظو عملو هما يعني عملو واحد اتحاد يا جمعيات مستقلة مسميها كونيفا بالي اللي كنضمو كأس العالم للدول غير لمعترب بها اوزي القجاع مرة اخرى يعني ساق الخبار اونار ودخل لهم جمهورية القبائل في داك الاتحاد وعزوا مقعد المشاركة في المنضال ديالهم في الاقليم ديال كردستان سنة الفين واربا وعشرين جاءوا البوليزاريو يعني هم اللي غاد يمثلو الجهة الافريقية عملو القرعة وطاحت جمهورية القبائل في المجموعة ديال البوليزاريو وطبعا البوليزاريو منسحبو من المون ديال يعني يضرب لهم كل شيء زيرو عشقونتكم الرجل المناسب في المكان وسمعتوا البارح يعني شوفوا شوفوا الفرق واشي يجبدكم واللي هضر عليكم يعني على الرغم بالرغم انكم كتقينوا تسبوه فيه لا جماهير لا إعلاميين لا مسؤولين لا كل شيء كيسب فيه ليسوا وليما يسواش صباح لكم بحال لي ما كينينش مرة ما على بالوش ناس لي وعيا ولو انهم كيكون عندهم يعني خلاف مع القجاع شك في حاجة من خلال هذا رأى الامور واضحة وضوح الشمس ثم كتهمه بالكولاسة ومدخل في التحكيم ومدخل في هادي ومدخل اول فريق دياله ومفاش احتمل بطولة الوطنية ما قادرش حتي هذا الشي هذا ما قادرش عمله احتمل بطولة الوطنية عاساك غادي دخول في الفيفا وفي الكاف عشا تخاربه عشا بنا يروح الرياضية وفينا والو والأخلاق يعني الرياضة هذا اول حاجة تحطوا على الأخلاق ثم يعني الوطنية لكم كل شي كيزبل كل شي كيزبل الناس ستعطيهم الميكرو كل شي كيزبل مواقع التواصل الشيماعي كل شي كيزبل هذا كيكون إنسان مغلوب على أمره منك تغلبوا صافي الحل يالو باش كيبرد خصو يزبل اما باش يناقشك يعني نقاش في المشا في المستوى بدلائل بإتبات هذا الى آخره ما كينش إذا الحل خصني زبل وعاد يعني شنا مسؤول يعني كيقول باللي ما باقيش باقي ما باقيش باقي يلعب في الخوط للأسف آآ تليفون عمار كان باقي عندنا ما يتقال ولكن غالي الرجعوا لهذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله إلى ذلك الحين صارونا فلاتكم مسيا سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته